تقدم تحرزه قوات النظام على جبهة الاعتيبة متمكنة من السيطرة عليها بالإضافة للعبادة والفروسية القريبتين هذا التقدم تحقق بعد أن استدعى النظام قواته من جبهة جوبر والعباسيين وحشدها في جبهة الاعتيبة أما منطقة العباسيين وجوبر والقابون فتركها في عهدة عناصر عراقية وإيرانية ووفق محللين عسكريين فإن النظام يريد بهذه الخطوة اختراق الغوطة الشرقية وبعثرة الثوار ومنعهم من الهجوم على دمشق واستعادة حاجز تاميكو ومطار مرج السلطان وبالتالي انسحب الثوار من جوبر وزملكة وعين ترما وأماكن في الغوطة الشرقية لصد القوات المغتحمة من جهة العبادة والاعتيبة خطوة يراها محللون بالناجعة مبدئيا لأن الاعتيبة منطقة مكشوفة أما الصعوبة فهي في اختراق الغوطة الشرقية والتي تحوي عددا كبيرا من الكتائب العسكرية التابعة للثوار فيديوهات مسربة من شبيحة على جبهة الاعتيبة تظهر مجدرة بحق أكثر من 15 شخص من المدنيين الأبرياء وإهانة جثث ودوسها بالأقدام واحتفالات وغناء من قبل القتل وحرق الجثث في مقابر جماعية في دارية الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام ما زالت مستمرة عند الأطراف الجنوبية للمدينة التي يحاول النظام اقتحامها والسيطرة عليها بعد استيلائه على بلدة الاعتيبة الحيوية وبحسب الناشطين فإن قصفا عنيفا بالمدفعية وقذائف الهون استهدف مدن دارية ومعظمية الشام وعدة مناطق في الغوطة الشرقية كما تم قصف البحارية والنبك وسبينة وعرطوز براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة كما أفد ناشطون عن العثور على سبع جثث جديدة في مبنى الخياط ببلدة جديدة عرطوز الفضل بريف دمشق لشهداء أهدموا ميدانيا وهم من النازحين بالمدينة مسجد الرحمة في مدينة زملكة تحول إلى أكوام من الدمار بعد استهدافه بغارة جوية أدت إلى تدميره بشكل كبير كما أن مئذانة المسجد سويت بالأرض نتيجة لذلك مسجد الرحمة هو المسجد الرابع الذي يتم استهدافه في المدينة بعد مسجد التوبة والكبير والشيخ عسكر في سياسة ممنهجة من النظام للعمل على تأجيج النعارات الطائفية واستهداف المقدسات الإسلامية ترجمة نانسي قنقر